السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في وقفات الحلقة السابعة لما خلقت يتساؤل كل واحد منا سواء كان مسلما أو غير مسلم لما وجدت في هذه الحياة وما هي غايتي وما الهدف من وجودي يجيبنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فغاية خلق الإنس والجن هي عبادة الله سبحانه وتعالى لكن هل العبادة في حد ذاتها أي القيام بما أمرنا الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهان عنه هو غاية في حد ذاته أم هو غاية لغيره حينما نستبصر بنور القرآن ونبحث في طياته نجد بأن العبادة ليست غاية في حد ذاتها بل هي غاية لغاية أخرى أعلى وأسمى وهي التقوى قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فغاية الخلق هي أن يصل الإنسان إلى مرتبة التقوى هذه القيمة الإنسانية التي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نصل إليها من خلال الشرائع والرسالات التي أرسلها مع أنبيائه فكل الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى التقوى كما جاء على لسان هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فكل الأنبياء دعوا إلى هذه القيمة الإنسانية وهي التقوى الله سبحانه وتعالى أخي وأختي لندرك حقيقة وجودنا على وجه هذه الأرض أننا لن نصل إلى مهمتنا الأساسية والتي من أجلها خلقنا أن نكون خلفاء الله على الأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إني جاعل في الأرض خليفة لن نصل إلى إتمام هذه المهمة إلا إذا تدرجنا في عبادة الله تعالى بالوصول إلى قيمة التقوى التي بها نصل إلى غايتنا أن نكون خلفاء الله تعالى في الأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ألقاكم في الحلقة القادمة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار حتى تصلكم الحلقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته